من علامات الدور ده برضو الدور ده تحديداً اللي جاء اللي ماشي في الدنيا دي تزبزه بالحالة الصحية خلال نفس اليوم وانا بكلمكو هنا وإحنا بناخد العلاج يعني ايه؟ يعني المريض من دول تبصت لقيه بياخد الدوة وتمام وملتزم وكل حاجة ليه شوية عادي حاسس انه عادي خالص حاسس انه خف بعد ثلاث اربع ساعات تحس ان الواحد تعب تاني وكأنه ما باخدش دوة شوية ويحس ان الواحد خف وفيه تزبزب كده في الحكاية التزبزب ده معناه يعني باختصار ان المعركة دايرة جوها جسمك ما بين جهاز المناعة وما بين المايكروب المسبب لهذه الحالة المرضية زي ما اتفقنا كان اسمه والله ما يفرق طالما بناخد العلاج السليم هيفرق معنا ايه؟ هيفرق معنا انه يبقى اسمه أنفلونزا او كورونا ما تفرق فيه ما احنا بناخد العلاج الصح لروحنا للدكتور والدكتور قال لنا العلاج الصح كذا 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 والحمد لله بنتحسن هتفرق فيه بقى مع حضرتك او حضرتك انك تعرف ان انت عندك طب انا عايز اعرف هي كورونا عادية ولا متحاولة طب انت مال ما انت بتاخد الدولة يعني عايز تعرف رقم السلالة يعني بتاعتها ما هو الحاجات دي اصلا فيه تغيرات شهرية انا عايز اقول لكم في المسميات وفي الحاجات ربنا يا ربي عافي الجميع والحقيقة منظام سحر العالمية ربنا يكرمهم يا هم الحقيقة نشطاء جدا كل شوية يعلنوا للعالم ان فيه حاجات هتيحصل وحاجات كده تمام ربنا يا ربي عافينا جميع تمام ترجمة نانسي قنقر